تعد وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي برنامج قومي لإنتاج تقاوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة في ضوء استراتيجية النخضة الزراعية الشاملة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها وتوجه مصر لتحقيق الأمن الغذائي أعدت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي برنامجاً قوياً لإنتاج تقاوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية ويهدف المشروع إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة نروى بالطنقية لأن الطنقية عندنا أحسن من الغمر ووفر معنا كويس ماشي كويس وكما هو بتاعنا من الجمعية ومشينا الحمد لله ربنا رضيها ومشينا الحمد لله نحمد الله ونشكر فضل وزارة الزراعة قالت إن صادرات محصول البطاطس حلت في المركز الثالث لصادرات مصر الزراعية لأسواق العالم خلال عام 2021 ويبلغ إجمالي مساحة محصول البطاطس في محافظة دمياط وحدها ما يصل إلى 9,290 فدان يوجد مساحة منزرعة بمحافظة دمياط بمساحة 9,290 فدان معظمها بيتركز في منطقة كفر ساعد كل هذه المساحات طبعا معظمها بتستخدم بطرق الرأي الحديثة طرق الرأي الحديثة بتعطي إنتاجية عالية للمحصول وبتعطي صفات كويسة تشهد المنظومة الزراعية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وتبدل الحكومة جهودا حثيثة خاصة في مجال التنمية المستدامة في القطاع الزراعية وهو ما أثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين وتوفير الاكتفاء الذاتية من المحاصيل الاستراتيجية والوصول إلى فائد للتصدير إلى الخارج